لمحبي وعشاك اللايم كيك زيه اللي بتمشوا تشتروه من ستارباكس وبتكون السلايس الوحدة بتلاتة باوند أو كمان تلاتة باوند ونص ووفر قروشكم أنا الليلة حوريكم سر الوصفة حقة اللايم كيك بتاع ستارباكس طرية وسفنجية وفي نفس الوقت مويس وتوفر قروشكم تماما طبعا أول حاجة جبتها اللوفتين دي من شركة لأنا لقيتها تقيلة وأنا ما عايز الكيكة تحرق معايا وأنا بداخله في الفرن غسلتها ودهنت شوية من الزيت في الصحن أنا بضيف تلاتة بيضات متوسطين الحجم بحرارة الغرفة وبضيف ليم نصف ملعقة صغيرة من فنيلة البودرة والفنيلة بودة دي جايباة من اليونان بصراحة من أحلى فنيليات اللي تشتروها رهيبة جدا ببشر عليها ليمونة كاملة خضرة وهو اللايم بعد ما غسلتها ونفس الليمونة دي أنا بشقها بالنص وبستعمل العصير بتاعها كاملة بستعمل العصير عشان اللايم كيك دي بتكون مززة وفي نفس الوقت حلوة عليهم بضيف كباية وملعقة كبيرة من السكر والسر هنا ملعقة كبيرة من الحليب المكثف المحلاي زرها من الملح وبقعد بضرب الخليط دي لحدة من السكر يدوب معايا ويضاعف الحجم بتاع البيض والسكر بختم عليهم او مش هختم لسه في اضافات كباية من الحليب او اللبن بحرارة الغرفة نص كباية من السمنة البيتية سايحة برضو بحرارة الغرفة السمنة بتدي الكيك رهيب جدا زمان طول حياتنا بنخبز الكيك بالسمنة وهنا بضيف كبايتين من الدقيقة العادي منخول عليهم ملعقة كبيرة من البيكين باودر وربع ملعقة صغيرة من الكربونات وصودا بخلطهم اول ما اشوف الدقيق اختفى انا باخدته في الصينية دي حقة الكيك لكن بكون مسخن الفرن قبل ما ابتدي الخطوات دي على درجة حرارة مية وتمانين الكيكة بتاخد بتاعة خمسة وتلاتين دقيقة الاربعين دقيقة كل فرن وفرن بتختلف الحرارة بتاعته هي وفي الفرن انا هعمل الصوص بتاعة خمسة ملاعق كبيرة من الحليب المكسف المحلاي ونفس الحكاية ببشر عليهم ليمونة كاملة الهو اللايم ونفس الليمونة دي بعد ما ببشر البشر بتاعة كلها انا بستعمل العصير بتاعة برضو عصرت الليمونة كاملة ده هيديني احلى صوص ولا تعملوا السكر ولا ويطير في وشكم الحليب المكسف الحلاي بطلع رهيب جدا هنا الكيكة استوت معي وبدخل العود دي وبشوفها استوت تماما بخليها تهدى لمدة عشر دقائق لكن بعد عشر دقائق بخرمها وهي في الصينية بضيف عليها الصوص ده عشان عايزة هو يقعد من فوق وشوية منه ينزل من تحت للكيكة ولو عجبتكم الوصفة دية اكتبوا لي في التعليقات لو ديرين وصفات حقات كيكات وتحليات بصراحة رهيبة جدا جدا ولو جربتها صدقوني هتعجبكم احلى من ستارباكس وان شاء الله عاد الفيديو ده يطلع اكسبلور ويصل العشرة مليون ما احلى كيك ليمون او لايم كيك منافس ستارباكس